اشتركوا في القناة 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 بيك شو هل الرجل مريج حركة اسلامية وصلت للحكم وخرجت بانتخابات هذي اولا وثانيا الشي اللي عملوا فيه النهضة متعناس بشتقعد نوين على بشتقعدوا ونظن نساوا انهم وقتين ولاو يتكلموا ويعملوا في قرارات ياخذوا في قرارات منها مثلا من تحت تعالى البنك المركزي التونسي آآ قرار ما انت موش متاع انسان وقتي قال لك الحكومة باش تخدم توقيت قلي الانتخابات في مارس توكننا حيثو حبر مجيت والله هنا في وسط الثنية وتقولي الانتخابات في مارس فما برشة ما آآ معنتها حاجات ملموسة يتكلموا على مخططات معنتها طويلة المداء ومراش انا شنية الانتخابات اللي بيستخرج النهضة مرهاش شو معنا كيفية ما ترايش مراش في انتخابات آآ بيش تكون نازيها كيلو اخرى الانتخابات الغرى مش من بها انا تعرفوني ما رزلتاء خرجوا بعض خمسة جماعات ويحبوا نحيو الهيئة هذية ويحطوا هاي اخرى وناس شدة في الهيئة هذي كي اني معناتها جابت ال آآ جابت معناتها فضيح لهاي الفت يزم ننقولوه ليزيمة اي لقعدة خمسة جماعات بستعطي الانتخابات بالحساب ما جاتش وبالرؤية ما جاتش عادات وقشر او وشكوم يسميو والشرعية نهار كل هذي الحكومة هذي تحكي بالشرعية الشرعية الشرعية زم يعرفوا الاسبعتاش في المئة من مجموعة الشعب التونسي عينهم ويخلطوا ما بين الشرعية والقانون يستغيلوا ما نتا وقت عندك الشرعية تسن القوانين الكل وهذاك شي قانوني لا ومراش من ناحية الاخرى جابها بايش تجمد قوم ناس قلت قولي على نيدا تونس وقت انا الفيديو الاخرى قلت لهم اير سي ديرو فيان طوال رأى والنهضة السلف الصالح متاع حتى تجمع في تصرفات في العباد اللي تجلو بيه واني دا تونس تجمع مع حزاب المعارضة الكارتونية ذو كمتاع بوشيحة ودخلت ليلة وكالجماعة ذو كدخلو هذيك منيش رأى في بديل ديمقراطي للنهضة ولا مش واضحة الرؤية طوال حكومة تقول الانتخابات في مارس قالك النجم ونوصلو والمعارضة انتي حتقولك لا ما نوصلوش اه نتفكر كيفاش كان سلباج يقول نهارة عشرين جيلة جويلة انا نحبها نهارة عشرين جويلة ها والمعارضة قالت لي لا المعارضين قالوا لا مانيش تشوفها بصراحة واذا كمش تكون لفا مارس بش تكون بكلي مانيش حاضرين اذا كمش نوخروها مصيبة على مصيبة مانيش شايف النهضة تخش مه واضح مع حتى اصلا تقول ممكن حتى ما تسيرش انتخابات لا بشي عملوهم بسيب عليهم الانتخابات هما الانتخابات رأوا انا كلمة انتخابات اه الانتخابات علوم صحيح وامور واضح كمش نعملوا انتخابات اه كما كما الاخرانين بكراد المقرونة وزيت وطماطم وكوار التريفون ومش انتخابات واضح انتي بازلت معتا انتو كام نصممكش بشتشارك في انتخابات قادم اونا لا ما قلش ماشي مسمم اذا كان مش يعملو لنا انتخابات كالاخرين نازيها ما نحباش نحب انتخابات حرفي بقوانين واضحة والا حرفي سترق ماكي فاما نقطة اخرى ابو عنتي ترقت الموضوع سيد بيجي قايت سبسي ايضا معناتها اه بوضوح ايضا لذلك علينا قلت ممكن فمشكون يعتبرك اليوم لتخوزين واي خاتقلك معناتها انتو كا وزا سيدو ليدي لجروب هذية انتو بدك تتكلم كي مجرسي من الشعب تقول لا نحب نختار لا بين ويشغل سرسي ابي راجد غنوشي انا نخاف المشهد السياسي بتاعتونس هو اللي يشبه الاثار وطنية ايجي ثم ربي طول في عمرو ثمانين سنة سي راجد غنوشي معدية السبعين سي طيب باكوش معدية سبعين وشابة معدية السبعين محافظ البنك المركزي كيف كيف ونحب نتكلم عن المحافظ البنك المركزي جديد المشكلة مش في هو في البيضق اللي بعده على خطر النهضة ترعب كليشيك طيح بالبيضق بالبيضق نحات اه سي نابلي وتوا سيلو فيس جوفرنور تسمي غديك على خطر هنا منا منش وانو اه انسان كي ما سيشاد للعياري معدية ثمانية سنة ينجم يخدم اكثر من ثلاثة سوية في النهار شكومش يمشي البنك المركزي حقيقيا سيلو فيس غوبرنور تذي يقول لها اه مرة هومش الناس هدوما الناس هدوما بشقدوا يجدوا في الشعب واحد على يمين واحد على يسار حتى اللي مش يخليونا حطام وقلتها ونعود نقولها كرا انجليتيرا تولي ما شفيها عمرو اربعين سنة كرا اوباما في المانضاء الثاني انتعوا شفوا عمرو كيفاش اه تونس حتى كان لحظتوها بتلافز في الواحد معانش يقولوا ثورة الشباب ولو يحشموا ولو يقولوا الثورة ولو انا ما نمنشي لجرى الثورة لما الاقثرية باللولدوب انتعى الثورة اللي مات هذوما الاشهرة الاخرة ما عادش يقولوا ثورة الشباب والشباب كما تراه في سيدي بوزيد كما تراه في بقية الجمهورية كما تراه في سفيقس عاطلنا عن العمل واعدوه بالاستثمارات ما فهم حتى استثمارات والسيستام بتاع بنعليه نحب مثلا ناس قلت تتكلم على جلب الاستثمار الخارجي بنعليش عامل عامل سيستام بل في الجلب فهم القانون في تونس الناس حتى سياسي ما يتكلم عليه هذي خطرنا بوكو بلوس دي جان يعملوا الدولال ليتغاتيوك بوليتيك ما فهموش الشعب شنية المشاكل اللي حقها الباجي قايت سبسي مثلا في حكومة انتقالية من اول القرارات يخذه ليجلب الاستثمارات الخارجية انا عندي دوسيات نزجة تشكيلي بالاوراق نوريك شركات اجنبية مستثمرة في تونس تحب تكبر اختها اللي يعبوا يدخلوا فلوسهم من تونس ويخدم ش يزموا اليوم مستثمر خارجي يزموا رخصة من الولاية يزموا رخصة من الابي يزموا رخصة من الفيبا وكالة التعاون الدولي ورخصة من الابي لاجنس فانسير ان دي سريال فمدوسيات ناس بفلوس تحب تستثمر في تونس وعام مبلوكين ويجيوا يحكيوا للشباب الاستثمار الخارجي والاستثمارات والتشغيل كذب يكذب يحبوا شباب تونس يخدم في الحضاير اليدو الصفلة انت تكلمت ايضا على موضوع فما حاجة اخرى في الاقتصاد الارقام اللي قاعدة تشاع اربعة في المياء زدنا في الصاديرات امتعنا يقولولي اربعة في المياء وقت الدينار التونسي في السنة هذي نقص 17% من قيمته كيفش نحسبها الاربعة في المياء يقول لك البيين بي ولا البي بي ولا التوريزم الزاد كذا علشنو العام الفين وحداش وقت للكره بواقفة تثمت تفهم شو ما انت كره بواقفة عام كامل ما بشتش ها تقولي سنة مشت اكثر من عمليه والخمسة وعشرين في المياء هدا هو وضع تكلمت خاطر حبيت قبل ما نحكي عن موضوع وقت ساد ولا انو الوقت دي مايز وعالماز هدا يعني وصلنا الراو في العجب في تونس موضوع جوز تموه الماء والقصان وقصان الذو وقصان الماء ومشاكل وهدا ياسماني هدا ياردو ايش نقولك احقاقا الحقا مش مشكلة النهضة برك هي نهضة بالموفيس جيستيون متاح ازاد تعكرته اما من قبل مجردش ما انتناص الماتريال متاع استاق مجردش ما انتناص للترمبات متاع الماء مجرى حتى شي فما مشاريع كبرى وقفت هدا الكل التراكم وزيد انفكاك الادارة عليها انفكاك الادارة الادارة بعد 14 جنفي الادارة هي ريشد التونس ولكن لما الحكومة ما تبقاش روحها لما رئيس الحكومة يقولك ويني الحكومة نورمالما لادارة زادة لا لوم عليها تتفك والحكومة هذي اول ما اتاكات اتاكات لادارة هاجمت لادارة هاو النتيج والراب في انفكاك معناتها كامل معناتها اسفاقس كل يوم كل يوم تليفونات وشي شي ما انتما ما يتقش في رمضان يعبطل ما نحكيش اللي عالي يسكنوا في العمارات وفما الشباب بدا يثور ولكن ما يعرشت نيته الناس تحكي على الثورة احنا ساعة مع الثورة ثانية احنا معملنا الثورة ولا تسرقت انتي معناتها جزتوا هذي تكلموا لي مع الثورة ثانية والثورة ثانية اذا كانت تحبوا على ثورة ثورة تكون عقلينية وعندها اهداف نخاف لنعملوا ثورة اخرى مزعومة زادة وتتسرق نشوفوا اهدافها شنية اذا كان اهدافها دمغزة السلام عليكم تقول فما خطر خطر الدمغزة استمعوا لي اه وما هلكتنا كان الدمغزة من هارلول حطرتوا فما حاجات كينو ترمبا معناتها فما عنف قاعدة تزايد في البلاد منهم اه الاعتداء على سيمورو معناتها قبل كان سياسي كيمشي البلاسة يقولولو ديجاج ولا يسيحوا عليه توا ولا بل بيحلولوا راسه بكاس ولا بدا بوزة هذا ويمشي هز نهريخ السياسي نجمي تجرالو حاثة المة اكثر بيسر معناتها ماشي ناحو العنف نحب نذكر اللي معناتها من ناحية الامنية فما فما حوادث قتلك ما تربللونا شي شانية معناتها حادث في كربة واحد يتعرك مع واحد يطنبش فيه الاخر ويغفص ويمشي ويجي وين ماشي هدا الكله من مفهومنا للديمقراطية الغالط على خطر الديمقراطية اللي فهموهننا بعد فهموهننا اعمل على زي رسك جسر Legacy فهمبرشش راح من المجتمع التونسي تشتكيه هو شباب ونساء ورجال من تذيق الحريات الفردية عليها وترد الحكومة اني تحب بصيانة الاخلاق الحميدة ومنع التعاد لا يم ПодYANسي سلسي. اه شتو ورايك انت? لا نهضة فيها ناس تقدميين كما سيخضر. قلهم لها ان تنسوا وان المرأة انسان قبل كل شي. هذي حتى بلاتون ما القهاش. بلاتون وسقرات هذي من المستوى كبير يسر. والمرأة اه هي المستهفة الاولى الاولى من سياسة الحالية للبلاد. والمرأة اه النهارة تلتاش قوت. يزم المظاهرة متاعها تكون في شرح ببورقيبة. ماشي محمد الخامس. المحمد الخامس معتاش حرية المرأة ببورقيبة هو اللي اعطاها الحرية. اذا كان فما محظرة يزمها تجرع في شرح ببورقيبة الاولى. هي متاع نساء تونس. ونساء تونس بالنسبة لي هما اول رجال للبلاد لانها بلاش بيهم ما تجيش الرجال. هما لي قول دو رجال. والخطر يحدق بالنساء هذوما. وانا ما انت نبدا بهت لما رأى انساء من النهضة في المجلس التأسيسي ترشح باسم الديمقراطية والمساواة بين المرأة والرجل ينجيه اليوم بنزع حقوق المرأة وارجحها الى الوراء. انت اذا منساء تونس كل اللي لابسة سفساري. ولي لابسة حجاب. ولي لابسة شعرها. كله. ليد في ليد. يحبضوا. بشي حابضوا. على حقوقهم. وهو حق. والحق واحد يخرج ينظل عليه. شو معناه كتقول الليبي سبورجيبيز. الليبيا ماشي نحو البرجيبيا شوف الوزره بتاعهم. وشوف يمتع نحنا ظهر الوزره بتاعنا يفكروني كما اختي كان يجيو الوزره بتاع القدفي. كيفية معا شو؟ شو؟ هييتهم وكلامهم. ومظلة على الرأس وبرنوس و. هذي مش نزيد هذي ذو اللي يتكلم على نزيد. كله على بعض. اي. معنات منعش ما تحكيوش على العبد بانس. سي فري ممكن. يا اخي. يا اخي علي. الهندين مهم ياسر. وفهم هيبة الدولة. اما في العقلية تحكي. اي وفي العقلية. اي في العقلية. اه ليبيا جبت الدستور عام تسعة وخمسين متاع بورجيبيا قاعدين يختم عليه توا. واحنا وديما نقول الحل اللي رو في الدستور متاع متسعة وخمسين. احنا المشكلة مش بالدستور اللي عنا رو. في تطبيق الدستور. دهوش غلطين رو. هو حتى الدستور بتابنا عليه لق. احسن الدستور متاع تسعة وخمسين. نزيدوه. انا نزيدوه متى? على حسب راي. حق الانترنت. لو دفيتاز في الانترنت يقولي حق دستور يقوله فانا وقت يش. هاي تونس ويزي ما تمشي. انا السياسيين اللي راب فيهم الكل يدام رجوا على الشعب. بفهماش واحد يقول يزي ما تونس عام الفين. واربعين اش بش تقول? يالي اندراء عنا مشاكل متاع ترانسبور. عنا مشاكل متاع طاق. عنا هذا كله متهماش. اللي هزا يتبهج ولي هزا ينتقد في الاخر. ولي هزا يورينا في عضلاته. والكل هم فشلوا طوي. بجي قاية سبسي تعدى فشل. هذو ما فشلوا. وبش نقعد واحنا كي كورة البينج بونج. انا نقول لا. عبادة يقولولي لا انتي ماكش مع الاني باجي ما انتي انتي مع الناهضة. لي انا لاني مع الناهضة لاني مع ضد الناهضة. اما كنكون منيش مع الناهضة ما يزمنيش نكون مع البيجي قاية سبسي. باجي قاية سبسي ما ننشالوش. ما عمري ما ننسى. كيفاش السيدة العقرب يخرج التوم الغدوة اخرجش فيها منضاع انترنسونال. عمري ما ننسى اخت بن علي بعد ستة شهر القواف في سوسة تمشي لمحكمة في في سفاقس وتخرج في نارتها. ما ننسى هم مشان هادو. ما ننساش باجي قاية سبسي كيفاش يقول النهضة شكون يا اخي ما انا جبته. ما ننساش وانو باجي قاية سبسي عمل نيدا تونس. قال انا نسخيل النهضة بش تفرح بيه. والشيخ نسين عقل. وما ننساش وانو باجي قاية سبسي ساهم باش تونس تكون جمهورية موز. هذو مجمعة الناهضة كل جباز بعد ثم لقطر هو ماخد طايرة مشي القطر روح حمل الحزب متاع. هذو كنت شاسر عليك هذو كلام انت قلته معناتها. نقول وانت حمل المسؤولية. معناتها معناتها ما تقول انت قطر تمول في حركة ناظو قطر تمول ايضا في معارضات. ما قلش تمول انا انا ممنش في تمول انا سياسي سياسي تونسي يمشي. انا امير قطر امير قطر امير قطر كيجي لتونس ويشد رئيس دولة اللي هو الرمز الاول دولة تونسي يقول نعلم فيه كيفاش بشيخ تتكلم. هذي دولة معاش فيها. ولكن النقطة هذي كنت نجوة تفسر هنا. انا 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 اذاكر باشي قايت سبسي لتكلم بالبرقي با برقي باش نوهم موقفوا زي عما يمشي القطر يستشارهم ولا. نعرفوه برقي بعد وموقفوا من دول الخريج. تنقيس من قيمتنا. مشينا الناس عام سبعين. في الستينيات معنضمشي 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 حتى منعرش الكربة ولا زوز. انتي بورقي ببعنا. لا انا البرقي بي ايجي نقولك انا لاني بورقي بلا شي ما بورقي با فم حاجات تعجبني فيه وقلتها. هي سياستو تاع الخارجية. سياسة الخارجية تاع بورقي با. وقلت حتى في برنامجي وقتنا نتكلم في الكندا تنحيط القصور في تونس. ويكون مثلا قصر كرتاج معد استراتيجي اعلى للسياسة الخارجية ويحمل اسم البرقي با. نقترح عليك سيطارك ماكي نمشي مع فاصل قصير ونعجو نختم الحوار بشي سالوه كمام على الوضع في سيدي بوزيد وعلى الامور اذية. اقعدوا معنا مستمعينا توتفيد. نختم الحوار مع ضيفكم سيد طارق ماكي فقط نختم باسم الموضوع قطر اه وتقول انت قطر مع تهيلي حتت اه حركتنا ذا وهي زادة ايضا تساند تحط معارضة المساند الاول الخارجي اه ولا حتى الداخلي هو قطر. اه. ولل بجي قايت سبسي كيف كيف? انا القراج كون معاسي محسن مرزوق. وش هيدا حكني. عنده جمعية متاع الديمقراطية في في قطر. كيف اللي توال فاتيكان يعمل جمعية للمحافظة على الاخلاق الاسلامية. تو تصور قطر فيها جمعية بتاع الديمقراطية. تحكيها ما تتحكيولي فيها. ايه. السياسة سياسة نفهموها يا رحم بوقع. معنى ما معنى ايه فما زوز زوزت مختلفة في قطر فما فما. لا بعتنا الباكو كامل. تبيع الباكيج. معنى فتالشخص هو يساند بالباكيج. اي من هنا ومن هنا. وشي حزن. وانه سياسيين توانسة ولاهو المقصد متاحهم قطر بشي ياخدوا ويستشاروا وهذا كل هذا اللي صاحب. واضح. وقتر واحدة ولا فما تقنى بالتيورية؟ قطر انا قلتها معنى تا. اللي ستون اجنس. اللي قروه قوة خارجية غربية هديك ستون اجنسين ايكزيكويتان. قطر قوة الخارجية كلية مش فاهم. واضح. وحتى على الامريكان يقنالي يلوموا فيها قال كيفية ساندو فالناظر. قطر مش تحبها تعملكم. تونسة تمن بالشوخ. احنا نمنوا بالشوخ. ما تحبوا يعملك. شكون لم على شكون. احنا الشعب التونسي نمنوا بالشوخ. لا شكون لم على شكون. لا بواحد قالي كيفية الامريكان تساند فالناظر. من الشكون تحبها تساند. وقت الشعب يختار ما صار كنك. الامريكان عندهم ريال بوليتيك. يساندو لي موجود على الكرسي. واضح نختمو الحوار بالنسبة الوضاع اللي ممكن تشنجد شوية هكذا في الفترة الاخرة. فما هكا بعض تحركات في سيدي بوزيد. فما البرح سمعنا معنا تفيس فيس ايضا. الاخيري. اه شو حسبك شو? ومش هذي بركة هذي اللي شمعنا بيه. معنا ته في الكيف في بيجة في كل مرة في بلاسة. الحمى قاعدة الدور. والوضعية ما تجمش تكمل هكا. والمسجل تأسيسي ظهر كما قلت مجلس تخريبي. وتولي يصاير فيه. ونحب ننبه هالتوانسة. ساعة ساعة نسمع يقول يريد النايب الفلاني يبدو يتبهىو بيه. لا يسي. هذوما الناس هذونا الكل ما بعضهم في اثنية هذيك. وبش نعطيك. احنا التوانسة عنا مشكلة هي القلب الطيب وننساو ديما. واختزاده في الشهر يمتاعهم اللي وستة ملايين واربعمائة. اللي يحب يدافع علي انا وعلى مصالح اليوم ويدعي بنفسهم معارض. يجي يقول من يصوت ضد زيادة الشهريات متاعنا. ماذا بيه يتنزل لنا كتابين على الزيادة متاع شهريتهم. انا مش بنشرب من دم يدافع علي. انا عندي عقل. ما نمشيش بالعاطفة. وتوا اه يحضروا في الدستور ويحضروا في الدستور. وكل ما لنا حتى شيء. السلطة الاولى في البلاد. ولادنا صغار تتفرش في عرق وضرب ومضروب في وستهم. اه مراش تونسوين ماشي على خير. اذا كان المستاسيس يضربوا مضروب. ورئيس اه ورئيس دولة ولا يضحك البر. عنده الفين وخمسمائة واحد يخدموا فيه. كانوا يخدموا في ابن علي على صالحياته الكبيرة. وزير مع انت لوزلوه متاع ليبيا خرجوه ثلاثة واشنين وزير مساحين وهم في بلوش. وحطينو الفين وسبعمائة ولا الفين وخمسمائة ويحرصوا فيه. وعننا حكومة رئيس حكومة قل كويني الحكومة. بلاي وانت حب تمشي البلاد. واضح. فما المواطنين قد يتشكيهم مع تكسوها. فما مواطنين يتشكيهم ويقول لك من عص حكومة على تحقيق اي نتيجة في التشغيل ولا مقاومة البطارة بعد سبعة وشهر كاملة. ولا حتى توفير بداية توازن جاوي وانجاز مشاريع تانية. هذي يقول لسي دالي تراتير توليتيك هذي. مقابل ذا. مقابل ذا. تواجه الحكومة جزء ما الوضع بترمي مسئولية على حكومة سيبقى للا تأذن بقيام بدراسة درمي وانجاز مشاريع وكل. فالسؤال هنا يا معتا فما مشاكل في ديارة توانسة المعوزين في قدين لسند اللي الاخري الحكومة ترد مرة اخرى انو هذا الامر يعود الى التركة اللي خلفته حكمة بن علي والغنوشة باشي قاتل سبسي. معتا هذي تعتبر انتي ارث ثقيل وصعيب باشي يتحل معناته. وهل هو أنه معتا ليوم لا انحابو نفهمه بالحق اليوم اسكيو نظام بن علي معناته تلمو انجينيو اللي معناته من الفين وخمسة الفين وستة وقتلي اه كسر شوية جيهات والا اه الى اخيره معناتا اه شو حب حبي عطل الثورة انت عالفين وحداش? حتى حد ما هو بشي قدم بالبلاد الا ما يصارح الشعب بالضبط. والا والتغلية تبدايه من نهارة 14 جامبي. بشورة بعضهم. اه البلاد الشعب تنسيش يحب. يحب انسان يصارحوا بالحقيقة وما يمواهش عليه. كي تسمع وزير من النهضة سيل بحيلي. البرحة نعود نسمع فيها الفيديو. اربعمائة الف موطن شغل يوعد به. يعني تحنا بن علي تردناها الى ثلاثمائة الف وعد بالثلاثمائة الف وطردناها. مدامنا ندمجو مدام ما قعدناش. و التبقى السياسية وصارحة الشعب. بما جرات فيها 14 جامبي انكلو يو. الشعب هدايا حتى اذا كان مش فاهم بشي قعد يغلي. وهذا الكل يضر شكون في ظهر مستقبل اولادنا. اه جرات ريت العجب هنا بعد 14 جامبي سواء مع حكومة الغنوشي سواء مع حكومة الباجي قايد سبسي وسواء مع هذه الحكومة هذية. العجب ولا حاجة عادية في تومس. البلاد ما تجامش تتحملوا. والاقتصاد متاع البلاد قاعد ينهار. و لما رأى مودز الكوتاسي ما انت اول واحد تكلمت عليها من نهار التسعة جولة قبل ما تفرش بالاخبار. قلت له مرأي مودز بش نطيحنا في النوتاسيون بتاعنا. اه عوق بواخيمة جدا. واش نخرج نراه في التالب زى ناس تحكي عن الديمقراطية الحرية والتشغيل وكذا حكايات. ما عندها الاساس لرأس. البلاد ما فياش فلوس. المستثمرين الخارجين. الاستثمار متاعهم موجودة. هذا باش يزمهم يسرحوا شعب. يجيوا للجهات. يقولهم هاي المشاكل. ويشرقوهم. ولكن مش يعضوهم كما سيدي بوزيد مش نعملوا معامل. توا عندهم معامل ونصف شاعملوا معامل. حجرة اساسي انت عمامل ما تعملش. يا اخي العباد هذو ما تغزرش ما تشوفش. الناس هذو ما فدوا من الخدمة في الحضاير. قال لك معايش نحبوا نخدموا في الحضاير. نحبوا الراو مستقبلنا. هي هذي سياسة بن علي الحاضرة. الياه دو الصفلة. وكل سياسة يعبت يحكي بالتشغيل. لا التشغيل راي. سياسة عامة للبلاد. يزمها تتوضح في برنامج واضح حتى حزب. حتى سياسي ما سمعتني يتكلم. يقول مثلا وهذا اقترحه. مش فخرة فيروح. نقول رجانهم تاع قاسرين وقفصة تكون انبول تاع اندوستري دين رجيرونو لابل. نعملوا فيهم لفوتوبولتاييك. آآ معنا. فما برشة برشة امكانيات. سيدي بوزيد. الناس تتكلم على سيدي بوزيد تحدى بسبعة ولايات. اكبر ولاية فلاحية منتوش فلاحة. فيها طاقات كبيرة ياسر. من مشاكلها مثلا. الناس ما تعرفوش هذي على سيدي بوزيد. ونخبوه بشكرة ذي خطرة. اي واح. مثلا الفلاح ما نجمش يتعاوني. ما نجمش يقترد غاديك. العراضي مش مسجلة. مم. كيما في الحوض المنجمي. مم. اللي حب بيعمل مشروع صغير. بشيخة خمسة ملايين. داروا منا جمشي رهنها. مش مسجلة. تبناوها. مدينة كاملا. حول الحوض. هذي المشاكل السياسيين يزمهم يواجهوا بها العباد. مش هيها بطولهم تونس دولة عربية مسلمة والتشغيل. كله بلوف. هاو ينهز البلاد. وبشي خلصوها. بشي خلصوها. الشعب. الشعب مش بشي سامح. ودي ما نقولها ربنا عليها رب انتم مرضو بالكم. واضح. شكرا سيد طريق المكي تلبيتك الدعوة وكنت متواجد معنا اليوم في ستوديو اكس باسي فام وما تأكدنا خطر انا شاكيت خطر كنت بحضيه ولو انو عندك شهر وشهر ونسطيلي شهر ونسطيلي وشاكيتكم يقول بشي. ليه فهمة ناس شاكك في الحكاية هيدي حتى في شارع يقولي استرخ انتي في كندا. هاي. هلا غالب كانت لافز ما يستدعونيش. هاي واردك في شارع يقولك ادي في انتي رجعت الكنداي. قلدي مرجعتش الكنداي. واضح شكرا انت اللي بيتك الدعوة.